أصبع انتفاضة المدن والقرى والأحياء بعموم البلاد شعار رفعته الأحزاب والقوى المعارضة في السودان خلال إعلانها مواصلة التظاهر والاحتجاج حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير ورغم أن السودان على مدى العقود الماضية لم يشهد حراك احتجاجيا بمثل هذا الزخم والاستمرارية إلا أن الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهر تأتي كنتيجة لتراكمات الاحتقان والغضب الشعبي على سياسات نظام البشير ولذلك فقد تميزت هذه الاحتجاجات بالعفوية عند انطلاقها على خلاف التحركات السابقة التي كانت في معظمها يتم التخطيط لها من قبل قوى المعارضة الأمر الذي يعكس قدرا كبيرا من معاناة السودانيين من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة واليأس من إمكانية إصلاح الأوضاع في ظل النظام الحالي المتظاهرون الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة في الخرطوم وأمدرمان وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع كانوا يهتفون مطالبين بالحرية والسلام والعدالة رغم أن أسعار الخبز كانت السبب المباشر للتظاهرات غير أن ارتفاع سقف مطالب المحتجين من المطالبة برفع مستوى المعيشة إلى المطالبة بالتحرر من حكم البشير ربما يفتح الباب أمام سيناريوهات متباينة لا سيما مع تواصل الاحتجاجات في مقابل خطاب حكومي لم يخل من تهديد ووعيد ويبدو أن الأزمة في السودان أخذة في التفاقم واكتساب أبعاد ربما تكون أكثر أثرا عليها في المستقبل إذ دعا عبدالواحد نور قائد جيش تحرير السودان فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى مساعدة الشعب السوداني على التخلص من هذا النظام الذي وصفه بالدكتاتوري والوحشي دعوة عقبها بيان من الاتحاد الأوروبي طالب فيه السلطات السودانية بالإفراج عن كافة معتقلي التظاهرات وضمان حرية التعبير عن الرأي وفقا لقواعد القانون الدولي في المحصلة فإن الاحتجاجات السودانية بقدر ما هي متواصلة وتمثل تحديا هو الأخطر في مواجهة البشير بقدر ما تمثل في رأي بعض المحللين إحياءا واستئنافا لثورات الربيع العربي ربما يمتد تأثيره عربيا إن هو نجح في السودان ترجمة نانسي قنقر